بسم الله الرحمن الرحيم ومضات البرق تحدث عند زمن قريب جدا من طرفة العين فطرفة العين أيها الأحبة يقاس الزمن فيها بأجزاء من الألف من الثانية وومضات البرق يقاس الزمن فيها بأجزاء من الألف من الثانية أيضا النبي عليه الصلاة والسلام له حديث غريب جدا رواه الإمام مسلم يتحدث فيه تماما عن زمن ومضة البرق قال صلى الله عليه وسلم فيمر أولكم كالبرق يقول أبو هريرة وهو راوي الحديث بأبي أنت وأمي وأي شيء كمر البرق قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين انظروا أيها الأحبة هذا التشبيه يستخدمه اليوم العلماء للتعبير عن زمن ومضة البرق لأنه ثبت علميا أن الزمن اللازم لومضة برق واحدة تقريبا هو ذاته اللازم لطرفة عين ويختلف طبعا من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى كما أن زمن طرفة العين تختلف من شخص لآخر حسب العمر وحسب الحالة النفسية ولكن يقاس بالمل الثانية أي أجزاء من الألف من الثانية بالله عليكم من أنبأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية الدقيقة إنه الله تعالى الذي جعل هذا الحديث دليلا على صدق نبوته في هذا العصر والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق موسيقى يوجد موسيقى شكرا